السلام عليكم من زيكم معي الاخبار معنا الحالة دي النهاردة هنتكلم معنا ان شاء الله الحالة دي جماعة حرفيا اللي عمل نفسنا انها غير شكل حياتها تماما فتابعوا معي الفيديو بس كده عشان تعرفوا انا اجاب لكم بالتفصيل كل الخطوات وهنتكلم عن كل حاجة عملناها ان شاء الله في الحالة دي اه الحالة دي وصلت للشكل ده الاول كده اللي جات لنا بالعيادة انها عملت المفروض انها كانت فينيرز فينيرز حشو تجميلي يعني وطبعا الشكل ده مش بسبب انها عملت حشو تجميلي مش اللعيب في الحشو التجميلي اطلاقا العيب في العمل للشكل ده قبل كده هي عمل التقويم عند اتنين دكاترة برضو بوازوا اسنانها ولزلك انا معا بنقول لكم لابد من اختيار الدكتور اللي بتصق فيه اللي شفت له حالات قبل كده وهكزا وانتوا شوفوا بقى الفيديوهات اللي انا قلتها قبل كده اتكلمت فيها عن الموضوع دي خلونا نبدأ كده الحالة زي ما قلنا ان دي فينيرز بالحشو التجميلي كان عندها فراغات كتير بين اسنانها فهو حاول يقفل الفراغات بالمنظر ده وفي واحدة منهم مقادة في البداية يا جماعة من الخطة كده العلاجية اللي حطناها وبعد تصميم بتسامة عرفنا انه وكان واضح من الشكل انه شكل الاسنان دي عريضة شوية فكان لازم نعمل اللي احنا بنعمله ده وهو قص الليسة بالليزر عشان نطوب الجزء اللي باين من السنة يعني في جزء من السنة متخبي او مستخبي تحت الليسة فاحنا بنقص الليسة دي ونستنى مثلا اسبوعين ده الشكل كده كامل بعد قص الستة اسنان الامامية وده الوضع بعد اسبوعين كانت الليسة هديت شوية طبعا بعد التقام الليسة من الجراحة الليزر واخدنا مقاس ودنا المعمل جلنا المعمل عملنا حاجة اسمها واكساب اللي انتم شايفينه ده الشمع الابيض على المقاس اللي اخدناه قبل كده هناخد احنا مقاس بقى على الشمع الابيض ده علشان ننقل الشكل ده شكل الاسنان الجديدة ده اللي داخل الفم بتاع المريضة هناخد المقاس ونستنى ينشف شوية وبعدين نطلعه هنبعد شوية هنحط فين مؤقت زي ما هنشوف احنا هنا دلوقتي بنفنش بس شوية الكمبوزيت القديم وهنشيله زي ما نشافين كده بدأت الفراغات تظهر دي الفراغات بقى الاصلية اصلا بين سنانها اللي هي كانت عاوزة تقفلها بالتقويم من البداية. احنا كده بنحضر بقى المقاس اللي خدناه اللي هنعمل بالمؤقت بعد ما شلنا الحشو التجميل القديم ده. مهم بنعمل فتحات كده بين الاسنان وبعضها علشان لما نحط مادة المؤقت اه داخل الفم الزيادات نقدر نشيلها بسهولة. لابن شايفين كده الشكل النهائي بتاعها هنجربها بس على الاسنان الاول نشوفها داخلها بسهولة ولا لا؟ تمام الامور كويسة بنجهز بقى الاسنان وبنحضرها عشان المؤقت اللي هنحطه يلزق على الاسنان كويس. فدي مادة اسمها بنحط بس نقطة في النص علشان مش عايزين المؤقت تلزق برضو بشكل كامل اوي لان احنا هنشيله بعد فترة قسيرة يعني. ده برضو البند المادتين دول هما اللي بيعملوا اللصق زي ما قلنا المؤقت ده بقى في الاسنان لما نجي نحطه دلوقتي جوه المقاس ونحط المقاس ده على الاسنان. المادة دي اسمها احنا هنا بنعمل بيها مؤقتة كده. احنا كده يا جماعة نقلنا الشكل اللي كنا شايفينه بالشمع الابيض نقلناه لداخل فم المريضة زي ما قلناه. ودي بقى الفراغات اللي احنا كنا قصنها باللانست هي اللي بنشيل منها زيادات دلوقتي. ده بعد ما نشف طبعا اه المؤقت. وبنشيله فالاسنان بيفضل عليها المؤقت بالشكل زي ما قلنا ايه شبه الشمع الابيض اللي عملنا في المعمل. هلنا عامه طبعا ونفنش ونشيل الزيادات وده الشكل النهائي كده بتاع المؤقت. لحد ما ان شاء الله تجينا بعد اسبوع عشر ايام عشان نبدأ نحضر بقى للفينيرز. وناخد مقاس للفينيرز النهائية. نعملنا طبعا. نشيلنا المؤقت خلاص القديم كده بنشيله. اه هتا ايه هيتكسر بينه جزء طبعا هو هتكسر بسهولة كده. علشان لو فاكرين حطين احنا اللاسق بتاع البومد ده. حطينه في نص الاسنان فقط. لما يجي تشال هيتشال بسهولة. المهم هنعمل كده في كل الاسنان بقى نشيل المؤقت كله. وهنبدأ يا جماعة بقى تحضير الفينيرز. اه دي كده خاصة بتحضير الفينيرز. انت شايفينها مدرجة كده تلت حاجات وفي تلت اه مناطق بتقطع وتلت اه مناطق تانية ما بتقطعش. علشان التلت مناطق اللي بتقطع دي لها السمك معين لما نجي نحطها على الاسنان ونبرد ما يزيتش ما يبردش اكتر من السمك ده. عشان نضمن طبعا ان احنا نعمل فينير بسمك اه رفيع جدا. ونضمن ان احنا ما نشيلش كتير من طبقة المينة. بعكس برد التربوش طبعا اللي بنستخدم فيه ستونز تانية. وبنبرد كتير فيه اكتر طبعا من الفينيرز. لو بردنا كتير من طبقة المينة خلاص مش هينفع اصلا نحط لازم ساعتها نقلبها لتربوش. بعد ما بنشيلها بالستون الاولانية بنستخدم الاستون التانية بقى عشان نزيل الخطوط دي كلها. ونساوي السنة طبعا كتحضير. زي ما انتشافين فيه خط فوق كده عند الليثة. ده اسمه بنوضحه طبعا كويس. الستون التانية الاولانية دي في اسمها ديبس كاتينج ستون. ودي ستون عادية وبعدها استخدم تبقى ستون فينيشنج ستون فينيشنج علشان آآ ننعم كويس اول اللي هو المكان اللي بيسيت عليه الفينير. الفينير بتبات فيه زي ما بيقوله كده. ده الوضع كده بعد تحضير الفينيرز للست اسنان الامامية. هنحضر بقى ان احنا ناخد مقاس. علشان ناخد مقاس كويس يا جماعة مهم اول خطوة دي خطوة الريتراكشن كورد. ده خيط اسمه الريتراكشن كورد بنحطه ما بين الليثة. بندكيكه كده ما بين الليثة والاسنان. علشان لما ناخد المقاس. آآ بالمادة اسمها اللايت وبطي. المادة دي تدخل في الفراغ اللي بيعمله الخيط ده بين الليثة وبين الاسنان. بيطلع المقاس واضح الاسنان اللي فيه واضحة للمعمل علشان يعرف يشتغل عليها. علشان بعد كده التركيبة او ما يجيش فيها بروز او ما تكونش قصيرة او ما تكونش مفتوحة فاتدخل اكل او تحشر اكل او تعمل مشاكل بعد كده. بعد ما حطينا بس آآ تانعين برضو خفيف كده للاسنان وتوضيح كويس. من الحاجات المهمة قوي يعني في تحضير الاسنان او عموما سواء التركيبات عموما سواء كانت او آآ او هو موضوع ده لازم يكون واضح كويس قبل. دي بقى مادة خطوة من خطوات الماس. مادة اسمها بيكون القوام بتاعها خفيف شوية عن المادة التانية فبنحطها كده على الاسنان عشان تجيب اضبق تفاصيل ممكنة او للاسنان اللي احنا حضرناها يعني. بعدين بنحط عليها مادة تانية اسمها وهي شوية برضو بيسموها الهيفي. قوامها اسمك شوية. من اللايت. فلازم اتخذ معها على الاسنان علشان زي ما قلنا ايه طلع التفاصيل واضحة. ده شكل المياس فيه طبعا آآ بعض الخيط يعني طلع. بعدين بقى بنفس الطريقة الاولانية عملنا مؤقت تاني على الاسنان لحد ما تجي من المعمل. وبعدها باسبوع بنشيل المؤقت اللي عملناها. علشان نرجع نجرب بقى الفينيرز الجديدة. الجهاز ده اسمه باش ادي بيه المؤقت كده خلاص لان انا مش عايز احافظ عليه ان شاء الله لو في اليوم ده يعني هنسلم الفينيرز. ادي اول فينيراية. من تست طبعا منبص على الحاجات كتير من الفينش لاين. السيتينج او آآ نزول الفينير على لسنة كويس ولا لأ عاملة فراغات ولا لأ. نقفلها كويس يعني من كل اتجاهات من جوه ومن بره. ونبص طبعا على الشكل. نبص على علاقة الاسنان ببعضها. حجمه وطول وعرض الاسنان وكل حاجة. بعد ما بصنا عليهم بقى هنجهز الاسنان الحمد لله التركيبة كويسة والفينيرز كويسة. هنجهز الاسنان لان احنا نلزق عليها الفينيرز. ده بيعمل حاجة اسمها كده صغيرة قوي يعني ما بتشافش بالعين على سطح طبقة المينة. عشان لما نحط البند اللي هنحطها بعد شوية. البند تلزق كويس او وتدخل جوه المايكرو بورز دي. بنعمل لها لايت كيور بالضوء كده. فتمسك كويس او في السرنة. بنعمل بكوتن رول. يعني بنعزل بس انه ما ينزلش لعاب او اي حاجة على الاسنان اللي احنا شغلين. ده البند بقى زي ما قلت لكم اللي هتدخل فيه اللي عملناها بالاتشنج الازرق من شوية. يعني خرام صغيرة قوي يا جماعة. ده بنعمله بقى على عشان تنشف نفس الخطوات تعريبا بنعملها في الحشو. هي نفس المواد برضو. بنعمل خطوطين دول بس بمواد مختلفة بقى بنيرز برضو. وهي بتتعامل الخطوطين دول لما بنعملهم مع بنيرز هي بتتعامل مع بس ما بتتعملش مع الزركونيا ولا بتتعمل مع البورسلين. نجيب لكم بس اول سنة كده واحنا بنحطها حطنا جوها اللزق هتشوفوا شايفين زيادات اللزق كده وهي بتطلع. هنشيل بقى الزيادات دي. بفرشة وبروب وشوية ادوات كده معينة عشان طبعا ما ينفعش ان احنا نسيب زيادات اللزق موجودة على اللثة تعمل التهابات ولا ينفع نسيبها بين الاسنان وبعضها بين وبعضها لازم بنتأكد في بعد لزق كل سنة والتانية بنتأكد بالخيط خيط الاسنان اللي احنا حتى بنستخدمه في البيت بنتأكد انه مفيش آآ لاسق مادة اللزق ده او ما يكونش موجود بين وبعضها. اتسبكوا بقى مع شوية الصور دي. بعد ما خلصنا الحالة وسلمنا الحمد لله بعينة كده مبسوطة جدا. سلام عليكم.